السلام عليكم سيادة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم قام وصلى على المنبر عليه الصلاة والسلام وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاة يعني قام عليه الصلاة والسلام وصعد على المنبر يعني فيما كان مرتفع وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاة وفي حديث آخر قال صلوا كما رأيتموني أصلي فالسنة وعلى هذا أيضا كان الخلفاء رضو الله عليهم ولأئمة رحمهم الله يعلم الناس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة تطبيق العلم كل واحد مننا الآن عندما يصلي يظن إن صلاة صحيح وهو لا يدري لعله عنده شيء وهو لا يدري عنه بسم الله يطوع الأخ يعني أن يقف ونرى اتعال هنا أولا ما ذكرنا فيما تقدم أن المصلي قبل أن يأتي إلى الصلاة يأتي بشروط الصلاة السلام يحقق التوحيد وقلنا قد يكون لديه شيء من الشرك ولا يدري عنه تكون صلاة باطلة والعقل والتمييز والنية وستر العورة والدخول الوقت واستقبال القبلة ورفع الحدث وإزالة النجاسة أتب كل الشروط الآن الآن يريد يدخل في الصلاة أولا عندنا السترة أقل ما يقال في السترة أنها سنة مؤكدة يتقت السترة إلا إذا كان يصلي خلف إمام فسترة الإمام سترة لمن خلفه مفهوم؟ نعم عندنا إشكال الآن معللوات عبتك بسأل الله أكتب لك الأجل الآن عندنا إشكال وهو أن بعض الناس يدخل إلى المسجد وتجد يصلي في آخر المسجد ولا يحرص على الصف الأول تعال إلى الصف الأول واتخذ السترة وصلي ماذا تصنع؟ تصنع تتطهر في بيتك تتطهر في بيتك لا في المسجد هذا الأصل تتطهر تلبس أحسن الثياب تأتي إلى المسجد وعليك السكينة والمقار سكينة في الحركات ووقار في الهيئة يعني لا يأتي من المسجد ويجري وهروي أو يأتي هو رافع الصوت تتكلم في الجوال مثلاً هذا قبل الدخول إلى المسجد ما بارك إذا دخل المسجد فإذا أرادت دخول إلى المسجد المكان الذي تضع فيه عليك أكرمك الله ضع معه الدنيا المسجد ليس مكان للبيع ولا للشراء ولا غيره تقدم الرجل اليوم تقول للدعو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدت الإمام في الصلاة يعني قد قيمة الصلاة تدخل مع الإمام في الهيئة التي عليها الإمام راكع أو ساجد أو قائم حتى ولو كان في التشاهد الأخير ومما يقع فيه بعض الناس هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أدرك الإمام في التشاهد الأخير ووقف وانتظر حتى يكمل جماعة ثانية الغالب وتابعوا هذا في بعض المساعد في الغالب أن الذي يصلي في الجماعة الثانية دائما في الجماعة الثانية هؤلاء أصحاب الجماعة الثانية ما يتغيرون وأصحاب الجماعة الأولى والصف الأول في الغالب ما يتغيرون صحيح عندنا رجل عندنا في السيدنا في الحي هذا إمام للجماعة الثانية إمام راتب للجماعة الثانية دائما في الجماعة الثانية جماعة الأولى هي المقصودة بل بعض العلماء رحمه الله يرى أن الجماعة الثانية إذا كان القصد منها التفريق فهي محرمة يدخل المسجد ويجد الإمام على هيئة صلى معه إذا لم تقم الصلاة ماذا يصنع يصلي الراتب القبلية إذا كان لهذه الفريضة راتب قبلية لم يؤذن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس بعض الناس هدان الله وإياه يقف والثاني يلتفت والثالث يتنحنح يعني أقب الصلاة مخالف لهذه النبي صلى الله عليه وسلم أنت في بيت مبت الله كيف تعترض يقف في الشارع أحيانا ساعات الطوال وله يبالي لكن مجرد أن يدخل المسجد شيطان يأتيه طيب استقبل القبلة يتخذ سترة بينه وبين السترة مقدار ثلاثة أذرع يعني مقدار السجادة اليوم الموجود عندنا إشكال في السجادة أيضا متصوفة الآن أخواننا أرادوا النقع في ما هم عليه الآن عندنا بعد السجادات مرسوم عليها قبر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ أرادوا أن يجعلوا قبلتك القبر هذا ما يجوز الصلاة عليها السجادة التي عليها كعبة وكذا بعض العلماء يرى الكراها الصلاة عليها لمشغلة ثلاثة أذرع يصلي بينه وبين السترة كيف يضع رجلي الآن يضع رجلي على استقامة البدن يعني على حد المنكبين يرى استقامة الرجلين لا من الداخل يراهما من الخارج هنا يعني الآن هنا مع الأخ يعني عندما يرى الداخل يرى هنا مع الخط هذا الخارج حطهم على الاستقامة عدل شوف هذه الاستقامة مع هذا الرجل يا رجل هذه الاستقامة شوف تخلي هذا الحج مع هذا الحج عدل مع مشغل مع مشغل ما عدل شخصنا عليك أنا أي هكذا جيد تمام عدل الثاني يعني على استقامة البدن ينظر إلى استقامة الرجلين من الخارج إلى من الداخل أرجع للخلف عدوشنا نصنع لهم هذا ما يرى وما يشوف تعالوا كده مفهوم عدل شوف هذا مهم عدل أي هكذا جيد استقامة البدن الآن نريد نبين الأخطاء في وضع الرجلين أخطاء في ورجع الرجلين يفتحهمه كذا إلى هناك يفرج دون استقامة أو يضم قدم كذا شوي قدم الله يضمه أو يجعل مهاكلة أو مفرجة نعم هذا أخطاء ماذا يصنع الآن القيام مع القدرة ذكرنا القيام فرض القيام ركم من أركان الصلاة في الفريضة أما النافلة صحا يصلي النافلة جالسا لكن يأخذ نصف أجر القائل طيب استقام ماذا يصنع الآن يكبر تكبيرة الإحرام بعض الناس يظن أن الركن هو رفع لدينا في تكبيرة الإحرام لا الركن هو قول الله أكبر يرفع ليدين مضمومة الأصابع متجه واضع باطن كفين متجه باطن كفين للقبلة حذو الأذنين وحذو من الكبين يضم الباطن الكفين للقبلة حذو الأذنين محاذاة الأذنين أو المنكبين لا يفرج هذا الأخطاء الآن أو يمس شحمة الأذنين أو يكبر حذو أعلى الرأس أو حذو السرة أو أسفل من السرة مفهوم طيب قائل أن الله أكبر وهذا هو الركن قول الله أكبر ثم يضع باطن كفه اليمنى الباطن على ظاهر كفه اليسرى والرس والساعي يعني هذا البطن اجعله على المفصل هنا هكذا لا أنت تراني هنا هكذا وضع هذا هو الوضع مفهوم ضع يا أخي وأنا أراك الآن ضعي أذك اليمنى على اليسرى لا لا تفرج أصابعك أي هكذا أو قبض هكذا يقبض هنا على المفصل أما أن يسدل يديه أو يضع هنا على المرفق مفهوم أو يجمع هكذا مثل هذا هكذا هذا خطأ يجمع بين الوضع والقبض خطأ إما وضع هكذا وإما قبض على صدري أين الصدر بعض الناس هكذا هذا موه قبض هذا ولا صدر هذا صدر هذا يذهب إلى الطبيب أحسن هذا نحر أو على السر يعني بعض الناس اخطاء هذه أو على قلبه أو على خاصرته أو يسدل يضع على صدره مفهوم دون تكلف يعني قلنا هذا ما هو وضع ها شوف شوف اليد الآن ما وضعت كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم طيب الآن ماذا يصنع تعرف كبر تكبيرة الحرام كبر تكبيرة الحرام قراءة فاتحة يا أخوان نترك هذا يصلي نعم قراءة فاتحة نعم نعم دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح يقال في الركع الأولى فقط في الصلاة الفريضة وفي الصلاة النافلة وفي قيام الليل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره أو غير هذا من أدعة استغفار اللهم بعد بينه وبين خطائه مثلا بعد هذا يستعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع عليه من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع عليه من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم يبسمل بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة كاملة مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها ولا يترك منها شيء ثم بعد هذا يؤمن ثم بعد هذا الآن قيام مع القدرة ركن تكبيرة الإحرام ركن قراءة الفاتحة ركن دعا الاستفتاح سنة قراءة ما تيسر من القرآن سنة هل يستعيد الآن عندما يريد قراءة سورة لا تكفي الاستعاذ الأولى التي قبل الفاتحة هل يبسمل إذا أراد أن يقرأ من أول السور يبسمل أراد أن يقرأ من وسط السور يقرأ مباشرة بلا بسمة مثاله أراد الشيخ أن يقرأ بعد أن أمن أراد أن يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله وأحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله وأحد أراد أن يقرأ آمن الرسول بما أنزل عليهم الرب يقرأ مباشرة دون بسمة ثم بعد هذا يسكت سكت لطيفة بين القراءة والتكبير حتى يفصل ثم بعد هذا يرفع الذين كما رفع في تكبيرة الإحرام حذو الأذنين محاذاة الأذنين وحذو المنكبين قائلاً الله أكبر ويركى نعم الإشكال كل الإشكال عندنا في كشف العورة في من يصلي في البنطة أو أحياناً في لبس الإزال والرداء في الحج والعمر الله يبلغنا إياكم فإيش يصنع الآن يقبض على ركبته قبض ما يضم يقبض أي نعم إذا ثنى هنا المرفقين إنثن الظهر إذا ثنى المرفقين الآن إنثن الظهر يجعل المرفقين مستقيمة في الغالب ولا يطاطع الرأس يجعل الرأس هكذا على استقامة واحدة مفهوم طيب الأخطاء في الركوع يرفع الرأس يطاطع يثني ينثني الظهر أو يقبض على فخذي ليعلى ركبتيه أي نعم أو يقبض على شاقيه أو يضع اليدين من الداخل أي من الداخل مفهوم يقبض على ركبتيه ماذا يقول في الركوع يقول سبحانه ربي العظيم مرة واحدة فقط وجوباً الواجب قول مرة واحدة سبحانه ربي العظيم لا الأذكار على ما ذكر القبل هذا خطأ يقول لابد مرة واحد سبحانه ربي العظيم ويستحب له أن يزيد بما ورد عن نبي صلى الله عليه وسلم إذن مهماً تفهم أنه قول سبحانه ربي العظيم مرة واحدة هذا واجب ثم يزيد سبحانه ربي العظيم الثانية أو سبحانه ربي العظيم وبحمده أو سبحانه قدوس رب الملكة والروح أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مفهوم الآن عندنا إشكال أيضاً في الرفع كثير من الناس إلا من رحم الله عندما يرفع يقول سمع الله لمن حمده إذا استقام خطأ قول سمع الله لمن حمده هو مكان هنا تكبيرة الانتقال بين الركوع وبين الاعتدار فمع الرفع يرفع اليدين ويقول سمع الله لمن حمده فإذا استقام قال ربنا ولك الحمد يعني الآن سمع الله مع رفع اليدين حذو الأذنه حذو من كبين طيب اركع الآن الخطأ أنه بعد أن يرفع ويعتدل يقول سمع الله لمن حمده خطأ هنا مكان ربنا ولك الحمد قول سمع الله لمن حمده واجب على الإمام والمفرد يعني دون مأموم وربنا ولك الحمد للكل إمام ومأموم ومفرد ويزيد يستحب له يزيد بمعارض لرب الحمد لرب الحمد حمده كثيراً طيباً باركاً فيه ثم يسجد نعم والإشكال الآن أكثر ما يكون عند الناس في السجود انكشاف العورة وعدم السجود العضاء السبعة السجود العضاء السبعة الجبهة والأنف عضو واحد باطن الكفين لأنه هناك من يرفع كفية ويصنع كذا والركبتين وباطن أصابع الرجلين هذا المهم عندنا في الرجلين هو الإشكال أكثر ما يكون في هذا في الرجلين نعم يضم الأصابع متجه للقبلة حذو الأذنين وحذو المنكبين أصابع الرجلين على الأرض يرسع قبيه رساق الكعبين في بعض مفهوم لا بد أن يجافي بين أشياء ثلاثة يعني يباعد يجافي أي يباعد بين أشياء ثلاثة ما عليش أرجع إلى الخلف قليل أنت قرب له هذه السطرة تكون أمامها هذا السماع أرجع أنت إلى الخلف طيب الآن الكفين على الأرض متجه بالأصابع للقبلة حذو الأذنين وحذو المنكبين لا بد أن يباعد بين أشياء ثلاثة الأشياء الثلاثة الواحدة الأول الإبت بين العبد والكثب والصدر وبين البطن والفخد وبين الفخد والسع مباعدة الآن نطبق الأخطار نعم انضم لباعدك ضم ضم أيضا أيضا يضم هكذا ينضم إلا حال الزحام لا يكلف الله نفسا إلا وسعى وأحيانا يمتد حتى ترى نائم نعم يمتد المرة واحدة كمان أي هذا لأنه نائم نعم بعض الناس تتكلفة نعم نعم أو الأخطار في الرجلة نعم يضع ماكلا أو يضع واحدة فوق الأخرى نعم أو يرفع ماكلا نعم يجلس عليها يعني هذا في خارج الصلاة يجلس هذا الجلس حتى يتعرض يجلس هكذا ويسجد ثم يرجع يجلس ويسجد خارج الصلاة تدريب مفهوم طيب أيضا عندنا افتراش يضع المرفقين عن الأرض افتراش هكذا مفهوم هذا يخطى في الصلاة أو يرفع الأنف مثلا طيب ماذا يقول في السجود يقول سبحانه ربه الأعلى إثبات سفة العلو لله سبحانه وتعالى مرة واحدة وجوبا واستحب له أن يزيد بما ورد سبحانه ربه الأعلى أو الثانية سبحانه ربه الأعلى ثم يجلس يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويجعل أصابع اليمنى باطن أصابع اليمنى على الأرض وأصابع اليمنى متجه إلى القبلة كما يجلس الأخ طيب ماذا يقول رب يغفل لي مرة واحدة وجوبا واستحب له أن يزيد رب يغفل لي رب يغفل لي أما قول رب يغفل لي والي والدي هذا بيدعم سمع الله لمن حمده ربنا وك الحمد والشكر وقول الشكر بيدعم طيب ثم بعد هذا يسجد السجدة الثانية ثم يقوم إلى الركعة الثانية يصنع في الثانية ما صنعه في الأولى إلا أن الثانية ليس فيها تكبيرة الإحرام فيها تكبيرة انتقال من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية وليس فيها دعاة استفتاح وليس فيها استعاذة عند بعض العلماء يقول يتكفي الاستعاذة الأولى لأن قراءة الصلاة تبرو قراءة واحدة وفهوم وتكون الثانية دون الأولى في الضول أحيانا وأحيانا تكون مساوي فإذا انتهى من الثانية وكانت الصلاة ثنائية كالفجر أصبح التشهد الآن هذا في حقه تشهد أخير فهو ركن الجلوس والتشهد الأخير والصلاة الإبراهيمية وبعدها التسليمتها طيب يتشهد يشير بإصبع السبابة يشير بها وينظر إليها النظر في الصلاة كاملة يكون إلى موضع السجود إلا في التشهد ينظر إلى أسبوع مفهوم طيب أخطاء الآن في الجلسة الآن في الجلسة يجلس هكذا أجعل غجرين من الخارج واجلس هذا الجلسة منهي عنها أو يضع أحد الجلسة فوق الأخرى هذا كل أخطاء في الصلاة الجلسة الصحيحة في جلسات الصلاة كلها أن يفرش اليسر ويجلس عليه وينصب اليمنى إلا في الصلاة الثلاثية والربعية في التشهد الأخير يتورك بأن يخرج الرجل اليسر من تحت الساق من حتى ساق اليمنى مفهوم وينصب اليمنى ويصح أن يجعل اليمنى دون النصب يفرش أيضا كذلك طيب الأخطاء في التشهد أجلسة السعادية أخطاء في التشهد الآن أحيانا بعض الناس عند التسليم يضرب بيديه مثل ما يسنع الرافل أو عنده يسلم على اليمين يحرك اليمين ويسلم اليسار يحلك اليسار أو ينفع الله السلام عليكم ورحمة الله أو عند التسليم ينحرف عن القبلة من كبي شوف الآن هذا خطأ فقط الالتفات يكون بالرقبة بالرأس ما يلتفت من كبي مفهوم بعد أن يقرأ التشهد وصلي الصلاة الإبراهيمية استعذ بالله من أربع ثم يسلم التسليم الأولى ثم التسليم الثانية الإشكال عندنا أذكار أدبار الصلوات أذكار الصباح والمساء أذكار النوم أذكار هذه الموظفة بأوقات واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الشباب يقول لي يقول هذه الأذكار زي ما كنت أقولها الآن خلاص أي تجد بعد الصلاة ينصرف الناس لا أذكار أدبار الصلوات ولا غيره كان سعد بن مسيب رحمه الله يواضب على الأذكار أدبار الصلوات ولا يشغله عنها شيء صلى بجانبه الحجاج بن يوسف الثقفي قبل أن يتولى الإمارة وكان الحجاج يلعب في صلاته فسعيد عندما سلم وسلم الحجاج أمسك سعيد بيد الحجاج ولم يكلمه حتى انتهى من الورد سعيد الحجاج يريد هذا هذا يمسك فيه فعندما انتهى سعيد من الأذكار رحمه الله قال يا سارق يا لس تسرق في صلاتك والله لو تعود لهذا لأضربك من عليها تي وترك تولى الحجاج الإمارة ودخل المسجد جاء للمدينة ودخل المسجد فقال الناس اليوم يأخذ الحجاج بثأره فدخل وإذا سعيد في المسجد فقال له أنت صاحب الكلمات يا سارق يا لس أضربك من عليها هاتين قال سعيد رحمه الله قال نعم أنا وضرب على صدري قال أنا يعني ماذا تريد فقال له الحجاج لله درك من معلم والله لم أصلي صلاة بعد تلك الصلاة إلا تذكرت ما قلت لي أخوانا محافظة على الصلاة وعلى الأذكار محافظة على السنن لماذا سمي أهل السنة بهذا الإسم أهل السنة والجماعة تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة وباطن الصحابة رضو الله عليه وسلم الصالح ما كانوا يسألون هذا واجب وهذا مستحب خلعنا عليه خلعوا نعانا صنعوا ما ما يلتفت ما يلتفت أن هذا واجب هذا مستحب ولذلك كان ابن عمر مثلا رضي الله عنهم أشد من أشد الصحابة تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالذي على طيقة السلف تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم طيب هذا يعني ما يتعلق بشيء مختصر عن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يستعيد بالله من أربع قبل التسليم مواضع الدعاء في الصلاة في موضعين مواضع الدعاء في الصلاة في موضعين في السجود وقبل التسليم بعدها الفراغ من الاستعاذ بالله من أربع يدعو بما أحب والأولى أن يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لأن أدعى النبي صلى الله عليه وسلم أدعى جامع مانع لو تتعب حياتك كاملة ما تستطيع أن تأتي بمثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثاله عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت ليلة القدر ما تقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني توحيد عفو تحب العفو توحيد فاعفو عني في مالي في بدني في مالي في زوجي في ولدي في الدنيا في القبر في الآخرة كل شيء خيرية الدنيا والآخرة تتعب حاتك كامل ما تتعب أي دعاء تريده لا أبدا تجد له أصل الشيخ ورد زوجة يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالثين سبحان الله زوجة وأولاد وما شاء الله صحيح مفهوم إذن الأولى أن تدعب عدعة النبي عليه الصلاة والسلام الله علم أن نكتفي بهذا المقدار الله عليه الصلاة والسلام